الحدث الأبرز خلال هذه الساعة هو قيام كتائب القسام بإطلاق أكبر رشقة صاروخية تجاه تل أبيب ومستوطنات مختلفة في غلاف غزة كبئر السبع وعسقلان وصافرات الإنذار دوت بشكل كبير جدا حاولت القبة الحديدية اعتراض هذه الرشقات الصاروخية الكثيرة التي خرجت لكن بالفعل سقطت في تل أبيب وفي مستوطنات غلاف غزة لم تتمكن القبة الحديدية سوى التصدي لأعداد قليلة من هذه الصواريخ ونحن نتحدث عن أن هذه المرة الخامسة منذ ساعات الصباح التي تطلق فيها رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة ودوت فيها صافرات الإنذار وأعلنت كتاب القسام مسؤوليتها عن كل هذه الرشقات التي خرجت الجدير ذكره أن هذه الرشقة الأخيرة التي خرجت نحو تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة خرجت من قلب مدينة غزة والتي تتعرض لغارات إسرائيلية متواصلة وقصف مدفعي وتوغل بري في أحياء مختلفة من داخل مدينة غزة وعلى الرغم من ذلك فإن الرشقات الصاروخية ما زالت تخرج من هذه المنطقة هذا اليوم هو يختلف عن باقي الأيام الماضية القليلة من حيث عدد وكميات الصواريخ التي خرجت تجاه المستوطنات نحن نتحدث عن هناك تصاعد في حدة وفي عداد الصواريخ التي تطلق من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة وإلى تل أبيب إلى جانب ذلك فإن اليوم كان من المتوقع أن تدخل المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم توجه طاقم عمل معبر كرم أبو سالم إلى المعبر وعندما وصلوا بصحبة مدير المعبر بسام غبن قامت الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية باطلاق صاروخين تجاه العاملين الذين سيستقبلون هذه الشاحنات ويقومون بتسهيل دخولها للقطاع فاستشهد الأربعة على الرغم من وجود تنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجينة الأونروا وتم نقل هؤلاء الشهداء الذين كانوا في مهمة إنسانية بحتة من أجل تسهيل دخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة وعلى الرغم من ذلك فإن المعبر يعمل في إطار إدخال هذه الشاحنات بالأمس وأول أمس وقبله دخلت عدد من الشاحنات للقطاع الخاص وأيضا شاحنات مليئة بالمساعدات الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة إذا ما تحدثنا عن مدينة غزة وشمال القطاع فإنه في شمال القطاع منذ ساعات الليل وحتى الآن يتعرض لغارات وقصف مدفع متواصل لم يتوقف بالمطلق وهناك أعداد كبيرة من الشهداء ملقاء على الأرض ولا تستطيع سيارات الإسعاف أو تواقم الدفاع المدني التوجه لهم سيما في جباليا البلد وفي مخيم جباليا للاجئين وأيضا نحن نتحدث أن مدينة غزة أيضا تتعرض لقصف مدفع متواصل وغارات متواصلة واستهداف لمنازل المدنيين العزل الذين ما زالوا يتواجدون في داخل مدينة غزة وإذا ما تحدثنا عن وسط القطاع أيضا فإن الغارات ما زالت متواصلة ومستمرة وخان يونس كذلك الحال تدور اجتيبات ضارية بين عناصر القسام والجيش الاحتلال المتوغل وعندما نتحدث عن محافظة رفح فإن أوضاع النازحين تزداد سوءا بشكل كبير وغير مسبوق لتكدس أعدادهم بشكل كبير جدا وعدم قدرتهم حتى هذه اللحظة على إيجاد البدائل أو إيجاد حلول تنهي من معاناة هؤلاء النازحين بالمجمل الكل ينتظر أي أخبار تتعلق بإحداث تقدم واختراق في ملف التفاوض وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار ورفض كامل أيضا لأي جهود لها علاقة بتهدية إنسانية قد تكون ليومين أو أسبوع أو أسبوعين لأنهم يعيشون ظروف صعبة ومن المتوقع أن ندخل في منخفض جوي خلال الساعات القليلة القادمة ستزيد من معاناة السكان النازحين في مدينة رفح